بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الرابعة الموازنة الشاملة ومحزبة المسؤولية المشاركة في إعداد الموازنة Participation for budgeting المشاركة في إعداد الموازنة لها معنى مهم جدا بنقول يجب أن تعد الموازنة من خلال تفاعل وتعاون الإدارة تفاعل وتعاون الإدارة بكافة مستوياتها العليا والمتوسطة والدنيا فلكل فرض في التنظيم حق مناقشة جزئيات الموازنة كما يجب الاجتهاد في ربط أهداف الأفراد بأهداف الموازنة وضمان مشاركتهم في إعدادها لضمان تأييدهم لها واقتناعهم بها أي إشراق العاملين والمستويات الدنيا في وضع الموازنة لكي تنجح الإدارة في إقناع الأفراد بالموازنة فإن عليها التعرف على طبيعة مستخدمي الموازنة اتجاهتهم وعيهم المحاسبي والإداري مع عرفتهم رقم اثنين التقديم المهني للموازنة عرضها وإعدادها بشكل مهني يدل على أهميتها وبأسلوب مفهوم يلقى القبول ثلاثة استخدام القياس الكمي لكل من التكلفة والعائد أربعة تجنب المفاجآت من خلال الحصول على كافة المعلومات والاقتراحات أول بأول أول بأول وفي الوقت المناسب خمسة وضع أولويات وضع أولويات فليست كل عناصر الموازنة على نفس الدرجة من الأهمية فهناك عناصر ضرورية وحتمية يبقى الضرورية والحتمية دي لابد أن نبدأ بها دي معانا الأولويات